وأني نبهت أكثر من مرة وقلت يا بل تستهينون بالمالكي أنا أعتقد بها المرحلة أستاذ نجم الظروف خدمة الإطار وقبل أطراف التحالف الثلاثي المعادلة لأنه وجدوا في قوى الإطار إمكانية للتفاهم لم يكنوا يجدوها مع التيار الصدري التيار الصدري ما كان أكو أريحية بالتفاهم مع الكرد والسنة مثل ما الإطار. الإطار أكثر أريحية بالتعامل. وأني نبهت أكثر من مرة وقلت يا بل تستهينون بالمالكي المالكي هو مكسور موسهل. مو النوبة هو فائز وهذا اللي صار المالكي بالإضافة إلى هذا الدور اللي لعبوه العصائب وشيقيس هذا دور كبير أنهم قدروا يشتغلون توازن مختلف ويصدرون خطاب مختلف تجاه وهدأوا الصراح وهدأوا الاغتيالات وهدأوا الدرونات والكاتيوشات سكيتوا لك المقاومة هناك توازنات دصير وي لبنان ويسرائيل. هناك توازنات بداخل إيران. هذه كلها لازم تنحسب وتأخذ بنظر الاعتبار. لذلك أقول خطاب الأمس لا يصلح أن يكون دائما موجود. نحن الآن مطالبين أنه نحاول نعزز الجبهة الوطنية الداخلية. نحاول نستفيد من الصوت القوى السنية والكردية بالإضافة إلى يعني شيخ الاتين تقول لي أفهم. بالإضافة إلى الأصوات العاقلة والمعتدلة إن وجدت داخل الإطار نستفيد منهم في سبيل دعم حكومة السوداني بمقدار تحقيق ما يمكن أهم نقطة دائما أقولها أن لا نذهب لحرب. لأنه عندنا هذه الوفرة المالية إذا ما صرفت على التنمية الاقتصادية وإعادة البناء والإعمار نعني أن تصرح الحرب. المستفيد أمراء الحرب والمتضرر العراقيين. لذلك نحن الآن مشروعنا الرئيسي منع الحرب. منع القتل. منع المواجهة. ودفع باتجاه التفاهمات والاستقرار. اشتركوا في القناة